السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور في السطح يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نجحة ومحققة لكم كل اللي انتو بتتمنونه ناس بتسألنا عن مشكلة الفرشة والرطوبة اللي في الفرشة وازاي ممكن نعالجها ونعمل وقاية ضد الرطوبة عموما نخلي على طول الفرشة جفة ونحافظ على عمرها انها تقعد فترة طويلة مشكل شوية نغيرها يعني ممكن نستخدم حاجة كده موجودة عند بتوع السماد والتقاوي الزراعية حاجة مش مكلفة لكنها هتفيدنا بنسبة كبيرة هنكلمكم عن الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو بتاع النهاردة لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة لك من اليوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول زي ما كلنا عارفين ان الرطوبة الموجودة في الفرشة بتؤدي المشاكل كتيرة جدا الرطوبة الموجودة في الفرشة ممكن تعمل مشاكل فيه عظام الدجاج فنلاقي فيها شاشة في العظام نلاقي فيه كساح نلاقي فيه ان العظم بتاع الطيور بقى مش شائلهم يعني بالبلد كده بقى مش شائلهم حركتهم بقت قليلة وده طبعا لما بيبقى موجود معها إلا في الكالسيوم لما يكون الكالسيوم قليل اللي بتقدم في أي يوم كده انت مثلا نسيت تقدم الحجر الجيري أو بودرة البلاط أو الجير المطفي أو أشرة البيض أشرة البيض المطحون لو نسيت تقدم أي حاجة من حاجات بتاعت الكالسيوم دي وفي نفس الوقت الفرشة فيها رطوبة أو بلل ده هيؤدي بشكل مباشر كده لمشاكل الطيور خصوصا في الفصول اللي فيها رطوبة عالية زي فصل الشتاء والصيف برضو اللي فيه رطوبة عالية أي وقت فيه رطوبة لما تكون الفرشة كمان فيها رطوبة انت كده بتغامر بالطيور بتاعتك وبتغامر بصحتهم وخصوصا صحية العظام بتاعتهم لكن بيبقى فيه مشاكل تانية غير مشاكل العظام الفرشة المبلولة أو الرطبة بتتسبب فيها زي الإسهالات الإسهالات يا جماعة من الأمراض ومن الأعراض اللي بتيجي أول ما الرطوبة تيجي الرطوبة تبقى موجودة في الفرشة الرطوبة تبقى موجودة في العنبر أو السطح اللي انت بتربي فيه أو الدنيا مطارب مثلا وجاوبة فيه رطوبة أي حاجة من هذا القبيل بتلاقي على طول ايه بتلاقي على طول ان الطيور اللي عندك جالها إسهال وجات لها أنواع مختلفة من الإسهال طبعا مش كل الطيور بتتأثر بالرطوبة في حاجات بتتأثر عن حاجات أكتر لكن مهم انك تعافظ على نظافة الفرشة وجفافها باستمرار للدجاج اللاحم اللي عندك لو انت متربي دجاج اللاحم اللي هي الفراخ البيضة ومهم برضو للبط الصغير والبط الكبير كمان لكنها مهمة أكتر للبط الصغير لأنه بيبقى طالع لسه ومش حمل أي مشاكل في المناعة أو مشاكل في الأمراض والإسهالات والكلام ده كله المهمة ففكرة أنك تهتم بالفرشة وتهتم بيه عدم رطوبة الفرشة يعني تخليها جافة دي مش رفاهية مش رفاهية زيادة أنت بتعملها للطيور ولا أي حاجة لا دي حاجة ضرورية جدا ضرورية زي الأكل ضرورية زي الشرب ضرورية زي النظافة وعلى ذكر النظافة النظافة لها علاقة مباشرة جدا بالرطوبة وبالفرشة ورطوبة الفرشة هتقولي إزاي أقولك أنت لازم دايما دايما طبعا متعود أنك تنظف الفرشة تنظف تحتيهم تعوش الفضلات بتاعتهم بتسيبش حاجة فضلة من الأكل دايما تحط لهم أكل على قدهم يخلصوه ما يسيبوش منه دايما بتغير المية فلما نيجي عند موضوع المية ده لازم دايما نثبت الأوعية بتاعت المية يعني عندك وعاء للمية أنت لازم تثبته بطوب حواليه تحط أولب طوب فيبقى هو محشور بين أولب الطوب فمعما هم يطلعوا فوقيه يتنططفوا فوقيه يحركوا مش هيعرفوا يوقعوا أبدا في بعض الناس بتجيب أوعية خفيفة يعني أهل حركة من الطيور خصان البط الكبير الضخم ده البط ده بيوقع الأوعية دي على طول وبيكبها على الأرض فالفرشة تبقل فخلاص كده أنت إيه على طول هتلاقي الطيور بتاعتك لبسة في مشاكل الرطوبة ومشاكل العظام والإسهالات وده كله طيب بالنسبة للناس اللي عندها رطوبة عالية في المناطق بتاعتها دي بقى لها الحل بتاع فيديو النهاردة لأن في بعض الناس كلمتنا وقالت لنا إن إحنا مهما عملنا برضو المنطقة بتاعتنا مليانة بالرطوبة الجو دايما فيه رطوبة المناطق اللي بتبقى جنب البحار وجنب الأنهار بتبقى مليانة برطوبة عالية جدا فالرطوبة دي بقى أنت بتتعامل معها بتتعامل معها عن طريق أنك تشتري حاجة من بتوع السماد وبتوع التقاوي الزراعية الحاجة دي هي سوبر الفوسفات سوبر الفوسفات ده حل عبقري جدا للقضاء على مشكلة الرطوبة إنت إزاي بتستخدمه وصلي بينا على النبي إنت كل اللي هتجيبه هتروح الأول لبتوع السماد وبتوع التقاوي الزراعية هتقولهم عايز كمية من سوبر الفوسفات بيباع بالشوال وبيباع برضو بالأجزاء على حسب المكان اللي انت هتشتري منه المهم ده بيترش تحت النشارة تحت نشارة الخشب خلي بالكم إحنا بنتكلم عن ناس اللي بتربي دجاج لحم أو بط صغير المشاريع دي أو المشاريع دي لكن طبعا الناس اللي بتربي على السطوح بيبقى أصلا ما عندهاش نشارة في الأرض فمش هتستخدم سوبر الفوسفات في حاجة خالص ولا تستفيد به لكن لو عندك نشارة هتحط سوبر الفوسفات ده تحت نشارة الخشب المهم بمكتوب بقى على الشكارة اللي انت بتشتريها النسبة لكل متر مربع علشان ما تستخدمش حاجة زيادة عن اللزوم علشان بس ايه ما تضيعش فلوسك على الفاضي هتستخدم حاجة على قد المساحة اللي عندك وتشيل الباقي فمكتوب على الشكارة النسبة اللي لازم تستخدمها لكل متر مربع من العنبر او المكان اللي انت بتربي فيه فانت بقى لما هتستخدم سوبر الفوسفات ده تحت النشارة هيبقى عندك الفرشة نشفة باستمرار تحت الكاتاكيت اللي انت بربيها او تحت الفراخ اللحمة او الدجاج اللحم الكبير وكمان فيه حاجة جميلة جدا بتعملها سوبر الفوسفات انها بتخلي الفرشة نفسها اللي هي النشارة بتاعت الخشب وكل حاجة انت فرشها تحت الفراخ بتخلي عمرها طويل لان طبعا احنا عارفين ان ده بيتغير باستمرار فانت هيبقى مكلف بالنسبة لك انك تغير الفرشة باستمرار فتخيل انت هتشتري سوبر الفوسفات ده وبتمنها انت هتحس ان انت طبعا دفعت حاجة زيادة لا خالص بالعكس انت هتكون وفرت وفرت انك ما تغيرش الفرشة بشكل متكرر ومستمر فهتقلل معدل تغيير الفرشة هتقلل معدل تغيير الفرشة وعدد مرات تغيير الفرشة في الأسبوع وفي الشهر فانت كده صرفت من ناحية ووفرت اكتر من ناحية فانت مش هتتضرب اي شكل من اشكال بالعكس انت لو فاتح مشروع سوبر الفوسفات ده هيكون مفيد ليك جدا يعني هيبقى حاجة كده ايه ضرورية جدا انك تستخدمها علشان خاطر توفر لك في فكرة تغيير الفرشة باستمرار لانه بيخلي الفرشة طويلة العمر وفي نفس الوقت هيفيدك من ناحية الرطوبة لان الرطوبة هتضرب بكل القطيع اللي عندك لا قدر لا طبعا يعني الرطوبة خصوصا في الفصول اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي وفي البرد ده هتضرب بكل القطيع وهتعمل نسبة كبيرة جدا من الامراض والعدوى والاسهالات وممكن تؤدي الى نسبة من النفوق لا يستهان بيها واكيد اللي فاتح المشروع فاتح المشروع علشان يكسب مش علشان يخسر فده الفيديو بتاع النهاردة مش هتندم ابدا لو انت فاتح مشروع واستخدمت سوبر الفوسفات ترشها تحت انشارة الخشب هتاخد منها نتيجة هيلة جدا في القضاء على الرطوبة بتاعة الفرشة ده كان الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة لك من اليوتيوب ونشوفكم على الف خير في حلقات جديدة على قناة طيور فوق السطح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته